السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة السادسة الموجات 6 إلى 3 سرعة الموجة تختلف سرعة الموجات باختلاف نوعها فمنطقيا الموجة التي تتحرك في الهواء لن تسافر بنفس سرعة الموجة التي تتحرك في الارض او البحر وبالمثل فان الموجة الزلزالية او الصوت او الضوء لا تتقدم بنفس السرعة وعلى اي حال نستطيع ان نحسب سرعة الموجة من القانون التالي من معادلة السرعة السرعة تساوي المسافة على الزمن وبما ان الموجة ستقطع مسافة طول موجي واحد كامل خلال زمن دوري واحد فان سرعة الموجة تساوي طول الموجة تقسيم الزمن الدوري V تساوي لامدا تقسيم T وبما ان التردد F يساوي واحد على T فنعوضها في القانون فتصبح V تساوي لامدا F V تساوي لامدا F حيث ان V هي سرعة الموجة وتقاسب وحدة المتر على الثانية ولامدا هو الطول الموجي ويقاسب وحدة المتر وF هو التردد ويقاسب وحدة الهيرتس وكذلك الحال نستطيع ايجاد التردد من هذا القانون بحيث يكون التردد F يساوي V على لامدا ونستطيع ايضا ايجاد لامدا من القانون لامدا تساوي V على F وبما ان التردد F يساوي واحد على T او واحد على الزمن الدوري فاننا نستطيع التعويض بها في القانون V يساوي لامدا F فيصبح القانون V تساوي لامدا على T وطبقا للمعادلة V تساوي لامدا F فان اي زيادة في التردد F يرافقه نقصان في الطول الموجي لامدا والعكس صحيح وذلك حتى تبقى السرعة ثابتة لان سرعة الموجة ثابتة في الوسط الواحد طالما لم يحدث اي تغيير في خصائص الوسط فمثلا عند العزف على آلات موسيقية مختلفة فان الموجات الصوتية الصادرة من تلك الآلات تصل الى اذنك في نفس اللحظة حتى وان اختلفت الترددات والاطوال الموجية للموجات الصوتية الصادرة عن كل آلة واخرى والسبب ان سرعة الصوت ثابتة في نفس الوسط ويعطي الجدول التالي قيم كل من السرعة والتردد والطول الموجي لبعض الموجات الميكانيكية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة